استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس المجلس إدارة منظمة أعمال الشركة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية نوموف والوفد التجاري والإثثماري الألماني المرافق له ضم الوفد ممثل 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات وذلك في إطار زيارة الوفد الألماني إلى مصر لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين لدفع مجالة التعاون الاقتصادي المشترك وبحث سبول زيادة الإثثمارات الألمانية بالسوق المصرية وأكد مدبولي أن الإثثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الإثثمارات في السوق المصرية حيث يتواجد نحو 100 شركة ألمانية في مختلف القطاعات لا سيما التكنولوجيا والنقل الذكي والصحة والتي توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري فضلا عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية من جانبه أكد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارثمان أن مصر تعد شركة استراتيجية لألمانيا بفضل إقامة شركة ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات خاصة النقل والطاقة وبما يتصق مع رؤية مصر الفين وثلاثين